كمان محمد عبد المنعم خضع لبرنامج علاجي مكثف بالأمس بسبب شكوى من ألام في العضلة الضمة ده اللي طبعاً ابتدى يشتكي منه بعد انتهاء مباراة سانداونس الدكتور أحمد أبو عبلة يعني أكد أن محمد عبد المنعم بيتم تجيزه حالياً لمباراة القطم الكاميروني وأنه بيخضع الاختبار أو هيخضع الاختبار طبي النهاردة إن شاء الله الاثنين لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية طبعاً بشكل عام خضع كل لعبي الفريق لعدة جلسات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وعاخد كمان مارسل كولر جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة عشان يسمع من خلالها شرح مفصل عن حالة كل اللعبين اللي كانوا بيشتكوا من الإصابات المختلفة في الفترة الماضية لإعادة تقييم الموقف الطبي بشكل كامل فيما يتعلق بكل اللعبين اللي أكيد بنتمنى لهم كلهم إن شاء الله السلامة والعودة سريعاً